أهلا بكم من جديد متابعينا الكرام مباشرة دائما معكم في هذا الموعد الإخباري ومباشرة إلى ملفنا الثالثة للنقاش سنتحدث عن ما يحدث في أسواق الجزائرية من غلاء فاحش لأسعار الخضر والفواكه خاصة الفواكه الموسمية معي فيال بلاتو وضيفيا الكريم السيد محفوظ حرزلي رئيس الاتحاد الوطني الحماية المستهلك أهلا بك سيدي مرحبا بك شكرا على هذه الاستطافة ارتفاع محسوس وغير معتاد بالنسبة خاصة نتحدث عن الفواكه الموسمية تحدثنا أنه النكتارين الخوخ العنب 400 دينار 450 دينار حتى العنب 250 دينار أمر ربما استغرب له الكثير من المواطنين خاصة أنه نحن في فصل هذه الفواكه إلى ما راجع ذلك أولا نهنى الشعب الجزائري بمناسبة عيد الأضحى تمنى له الخير والسعادة فيما يخص ارتفاع الأسعار نحن نعرفه أنه كل مناسبة عندها عندها ميزة بالنسبة للتجار بالنسبة للمستهلك الجزائري بحيث أنه نحن نعرفه كل أسواقنا خاضعة للعرض والطلب وبما أنه تكلمنا في ارتفاع أسعار الخضر والفواكه يعني راجع أولا لكي جشع بعض التجار نقولوها بكل صراحة يمكن نشوفه كورجيت أو نشوفه يعني اللوبيا ماشطو يعني 30 ألف 35 ألف يعني حتى الفلاح محتار يحتار يحتار يعني يقول كيفاش أنا اللي نزرحها أنا اللي نسقيها أنا 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 وما يبحش بهذه الكسومة نشوفها في الأسواق يعني بـ 300 دينار 350 دينار يعني شيء مؤسف وشيء اللي نتأسفوا منه لأنه هذه في المناسبات الدينية يعني من المفروض أنه يعني تكون فيه رحمة تكون فيه تآلف تكون فيه تآذر بين المواطنين بين التاجر والمستهلك إلا أنه نشوفه المضاربة ونشوفه احتكار ونشوفه فيه زيادة كبيرة في أسعار هذه الخضر والفواكه حتى بالنسبة للفواكه كيفية فواكه موسمية من المفروض أنها تكون في موتانا والجامعة تكون في موتانا والمستهلك يعني بأسعار معقولة بأسعار وين المستهلك أنه يقدر يشري هذه المواد الغذائية يعني بأسعار بأسعار يعني تنافسية ممكن يكون تنافسية حسب الجودة حسب الجودة وحسب إلا أنه يعني اليوم رأينا نشوفه موسم الجنية العنب موسم الجنية للكتارين كما عدة خوخة يعني عدة عدة فواكه موسمية الدلاع البتيخ يعني فيها عدة فواكه إلا أنه فيه ارتفاع وخاصة الأيام الأخيرة خاصة الأيام الأخيرة يعني يشوف فيها هي يعني صراحة المستهلك يشري يشري يقول لك أنا يعني كين موسم كين عنده عنده ضياف عنده يشري يعني نقدر 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 منه مش عليه لكن تجد من المفروض أنه يحافظ على هذه القدرة الشرائية بالنسبة لمواطن اليوم الفلاح يعني يرى في حيرة اليوم يكون نسألوا الفلاح مباشرة يقول لك أنا السعر هذا خيالي بالنسبة لي ما زال ملحقتش له ربما أربعة أو خمسة أضعاف من السعر الحقيقي اللي هو لسوقه هو مباشرة لأسواق الجملة يعني هذا الشيء اللي رأنا نتسألوا عليه ورأنا نشوفه في ذهنيات هذا التجار يعني بعض التجار خاصة تجار الجملة وشفنا في أسواق الجملة بعض سلوكيات تجار الجملة يعني في التلاعب بالأسعار يعني فيه تفاهم يعني فيها فيها يعني كما نقوله إحنا يتفاهموا على السعر يتفاهموا نقولها يتفاهموا على السعر لأنه من المفروض أنه هذه الأسواق الجملة مباشرة تتمدل في اللح مباشرة ما يكونش فيها ميدياتير يعني بين الفلاح وبين التاجر التجزئة أو المستهلكة طيب سيد حرزلي ربما لما نتحدث عن التجارة بصفة عامة دائما ما نتحدث عن المضاربة لكن لما نتحدث عن المضاربة دائما نجب أن نتحدث عن عمل الرقابة أين هي الوزارة الوصية المتمثلة في وزارة التجارة؟ والله يشوف أخ بلال يعني نقولها بكل صراحة لازم أن نتكلموا بكل صراحة وزارة التجارة ليس لها دخل في الأسعار ليس لها دخل يعني نقولها بكل صراحة ليس لها دخل إذا وزارة التجارة عندها عامل عندها عملين هو عامل التنظيمي وعامل ضبط السوق يعني ما عندها حتى دخل في الأسواق اليوم يتحكم في السعر اليوم اليوم يتحكم في السعر هذا هو الإشكال لدينا نقطتين فيما يخص العرض والطالب وهناك الطالب موجود والعرض موجود لكن فيه جشعة التجار يعني يقولوا هكذا حتى تدخل وزارة التجارة ولا تدخل أي هيئة أي هيئة لهذه الأسواق لكن فيه مضاربة فيه احتكار يعني هناك تكلموا ربما على الرقابة تكلموا على الرقابة من حيث التنظيم من حيث ضبط من حيث يعني تكلموا على وزارة التجارة فيما يخص رقابة بعض المواد الغذائية الصالحة للإستهلاك بعض المواد الغذائية اللي تكون منتهي الصلاحية جودة فيما يخص مراقبة سلسلة التبريد والأسعار اليوم من يراقبها أسعار خاضعة للعرض والطالب تحديد الأسعار فيما يخص بعض المواد الغذائية كالخبز الحليب الزيت تسقيف بعض المواد الغذائية وكذلك يعني كذلك فيما يخص القانون الخاص بالخبز والحليب أنه مدعم هذا فقط كل المواد الغذائية الأخرى أو كل نشاطة تجارية خاضعة للعرض والطالب وخاضعة للمنافسة هنا المنافسة مكانش مكانش منافسة كينتكلموا عن المنافسة مكانش يعني كينقولوا على العرض والطالب يعني خاص بالمنافسة ولكن المنافسة مكانش كين احتكار كين مضاربة كين مافيا نقولها بكل صراحة كاينة مافيا خاصة في المناسبات كاينة مافيا في المناسبات يعني شوف المناسبات إلا الدينية عيد فطر ورمضان عاش وراء محرم يعني كل عياد الدينية يكون فيها مضاربة ويكون فيها احتكار يعني نشوف أنه يعني بعيد عن الدين بعيد عن الممارسة التجارية السليمة بعيد عن الممارسة التجارية يعني النظيفة اللي يكون فيها يساهم فيها التاجر مساهمة يعني دينية أخلاقية في تعامل اليومي مع المستهلك هذه الأشياء مناش يشوفوها في دول أخرى رغم أنها عندهم مناسبات أخرى إلا أنه منشوفوها يكون فيه تخفيض يكون فيه مساعدة يكون فيها تقصيط يعني عدة تدابير باش يخليه المستهلك يشتري إلا في الجزائر إلا في الجزائر يعني الدولة أنا نقولها لك نقولها لك إلا نشوفوا ورانا نشوفوا بعض التجار اللي من المفروض أنه المواد الغذائية تكون في متناول الجامع كل فاقر كل غاني كل متوسط من المفروض أنها تكون الجامع سيد حلزلي ربما نتحدث دائماً عن الأسعار لأن الأسعار هي اليوم أنا على ما أظن من صلاحية وزارة التجارة لأنه لما يكون بتنسيق طبيعة الحل مع وزارة الفلاحة لأنها هي على دراية بهذا القطاع قطاع الفلاحة المتجد الفلاحية لكن خليني نتحدث لك أنه العديد من الهيئات والمنظمات لحماية المستهلكة المستهلك طالبت من وزارة التجارة ووزارة الفلاحة التحضير لهذه المواسم سنة من قبل أنه شاهدنا السنة الفريطة أو العيد الفطر شاهدنا ارتفاع أيضاً في أسعار لأنه كانت مقارنة برمضان الذي شاهدناه طول شهر رمضان أسعار مرتفعة بالرغم أنه حديث لعديد من الوزراء اللي قالوا بأنه سيكون في متناول جميع بعد أسبوع وهذا أمر عادي لأنه رمضان في أسبوعي الأول لكن لم نشاهد بتاتاً انخفاض في أسعار الخضر والفواكه في رمضان جاء عيد الفطر ونفس الشيء لكن كانت في مطالبة من منظمات لحماية المستهلك بتدارك الأمر في المواسم القادمة لكن لم نشاهد شيء لا تدارك الأمر في عدة نقاط أولاً كنت تكلموا على التخزين اليوم الدولة تجأت إلى تخزين بعض المواد الغذائية كالبطاطا الباصل يعني المواد الغذائية اللي ممكن أنها تتخزن كيكون فيه ارتفاع الأسعار هنا الدولة تتدخل ويكون فيه يعني صب هذه المخزون إلى السوق ويكون فيه هنا يكون توازن في السوق وتكون فيه انخفاض كيكون فيه ارتفاع لكن كنت تكلموا على المواد على بعض الخضروات أو بعض الفواكه هنا يعني صراحة هنا يخاض على العرض والطالب لا دخل الوزارة التجارة في هذا هذه الوزارة التجارة يعني أنا مليش ندافع على وزارة التجارة لكن أنا نقوله العامل الحقيقي والمفهوم الحقيقي العامل للوزارة التجارة هو التنظيم وضبط السوق اليوم يعني هي تخلق أسواق تخلق أسواق تجزئات تخلق أسواق الجملة تخلق لكن السعر خاضع للعرض والطالب نحن نقول لك اليوم إذا كان فيه مبادرة تكون مبادرة وتكون فيه يعني احتكام لهذا السوق يرجع إلى التجار يعني نقولها لك يرجع إلى التجار لكن اليوم رأي مافيا مافيا التجار اليوم ما كانش يقدر لهم ما كانش يقدر لهم أنا نقولها لك ما كانش يقدر لهم لازم فيه كين عدة عوامل فيه كين عدة عوامل منها من المفروض أنه تكون فيه الفاتورة الفاتورة لازم نقيدوا بالفاتورة طيب الفاتورة من يفردوها الفاتورة هي الفاتورة من المفروض أنه حتى يعني تعاملات الاقتصادية كلها تتعامل بالفوترة حتى من الفلاح إلى حتى التاجر التجزئة من المفروض تعاملات كلها بالفوترة وكلها بالسك وهذا اللي خلانا ليوم كين فارغ كين فارغ كين فارغ وهنا ينتهزوا بعض الوسطاء في الأسواق ينتهزوا هذه الفرصة أنه ما نعرفوش السعر الحقيقي كانت يعني كنا يعني نقولها بصراحة بكري كانت الدارك الوطني يعني نحييه في مناسبة عيد هذا الأضحى يعني كان يدخل في الأسواق ويطلب فاتورة ويطلب كان فيها سجيلات ويطلب الفاتورة ونعرفو من الفلاح شحال شراها والتاج الجملة شحال شراها وتاج التزئة وشحال يبيحها وعنده لعمار شدعه نعرفو كسلسلة هذه سلسلة البيع لكن اليوم ما كانش ما كانش يعني صراحة اليوم لازم تكون فيه إجراءات ردعية فيه إجراءات لازم تخلي التاجر في حد ذاته اليوم الفلاح الفلاح يعني يكون يروح هو للسوق يشوف الكورجيت بـ 300 دينار يعني يقول لك كيف جاري قول لك أنا يبحتها لوبالك 20 دينار أو 30 دينار اليوم رهي 300 دينار تشوف اللوبيا ماشطو تشوفها 350 400 دينار نشوفه بعض الفواكه اللي رهي مثل 250 300 دينار يعني كان فيه متناول جميع 100 دينار 120 دينار اليوم رهي نشوفه 250 300 دينار كل مواد غذائية كل الخضر والفواكه ارتفعت طيب خلينا نتحدث تحدث على النقطة المهمة وهي نظام الفوترة لبعض من المرات لقاءة تجار جملة قال أنا أرحب بفكرة الفوترة حسبني عادي جدا تعامل بنظام الفوترة لكن الأغلبية الكبيرة ترفض التعامل بالفوترة أمام مرأة الهيئات النظامية والسلطات والمؤسسات والوزارات بطبيعة الحال وهي صامتة ما تعليقك على الأمر؟ لاحظناها ياخي لاحظناها شفناها في الآوينة الأخيرة في 2011 نرجع الوراء شوية في 2011 عندما لجأت السلطات إلى فرض الفوترة والسك ماذا جرى؟ يعني كان فيها حالة من الغياليين ونعرفه شكل كان يعني وراء هذه الغياليين إلا أنه اليوم كيف الدولة فتحت آوينة آخيرة فيما يخص الزيت لاحظناها في مشكلة الزيت أنه عندما السلطات يعني يعني ما فرضلش نظام الفوترة إلا بعض المعات التعاملين اقتصاديين فرضوا الفوترة يعني شوف التعامل بين السلطات وبين المتعاملين اقتصاديين بعض المتعاملين اقتصاديين يعني ما فرضناش الفاتورة متعاملين اقتصاديين يفرض لك الفاتورة يخلق لك نوع من الفوضى في السوق ولحظناها الندرة في الزيت ندرة في السكر ندرة في بعض المواد الغذائية إذن هنا أين يمكننا خلال نشوفوا إجراءات من طرف السلطات ونشوفوا رد الفعل المتعاملين اقتصاديين هنا أين يمكننا خلال لأنه لماذا؟ لأنه كان معدناش تقاليد معدناش يعني ضبط للقوانين الحقيقية من المفروض أنه تكون فيه فاتورة فرض الفاتورة والسك مباشرة يعني لازمنا نخذ هذه الإجراءات باش نعرف أنا يا شحال شلاها شحال بحها شحال لامارش تاعه هذه من المفروض أنه لازم يكون فيها ما يكونش فيه تسامح ما يكونش فيه تسامح كل التعاملات الاقتصادية كل التعاملات التجارية من المفروض أنها تكون بالفوطارة وهذا ما نطالب به هذا ما نطالب به لأنه اليوم ما رأينا نشوفه الفلاح الفلاح يبيحها يعني كون نتكلمه بعشرين دينار يعني كي يتوصل عند الله عند التاجر تزيئة عند المستهلك كي نقوله التاجر تزيئة عند المستهلك نشوفها هنا 200-250 دينار يعني شوف الفرق وهذا كيفاش يكون كيفاش تكون مراقبته كيفاش تكون الضبط التاعه هنا نقوله أنه ما عدناش ميكانيزمات ما عدناش ميكانيزمات الإجراءات اللي منفروض أن السلطات تأخذها ما زال مخدتهاش الإجراءات هذه ما زالت ما التزمش يعني التزام التجار بالفوطرة وهذا نوعا ما يربك التجار وهذا يعني تكون في لأنه كان بعض التجار نقولها ما يقدرش يتعامل بالفوطرة ما يقدرش يتعامل بالفوطرة تقوله الفوطرة يغلق يغلق شفناهم في عدة مناسبات غير تكلمون على الفوطرة وتكلمون على السك يعني الشيك التعاملات بالشيك يغلق يدلك فوضى في البلاد ويتكون فيه ندرة وتكون فيها يعني نوعا ما من الثرابات ويخليك في مشكلة مع المواطن الجزائري نتمنى أن تحل هذه المشكلة في أقرب الأجال خاصة أن الجزائر نتحدث عن جزائر جديدة وكيف نتحدث عن جزائر جديدة في لا استقرار تجاري مثل هكذا شكرا جزيلا لك سيد محفوظ حرزل لرئيس الاتحاد الوطني حميلة المستهلك كنت ضيفي في هذا الملف شكرا جزيلا شكرا جزيلا لك إذن